يترقب المستثمرون موقف برنامج الطروحات الحكومية بالبرصة والذي أعلنت عنه الحكومة هذا الشهر وتعمل الحكومة على دعم نصيب مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد واجب الاستثمار الأجنبي المباشر إضافة إلى تنشيط سوق المال ودعم القطاع الصناعي حالة إيجابية بسوق المال أسسها برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنت عنه الحكومة هذا الشهر ويترقبه المستثمرون المصريون والإقليميون بشغف كبير شملت وثيقة برنامج الطروحات المعلنة مسارين رئيسيين ترتسم بهم ملامح خطة الدولة في دعم نصيب مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد واجب الاستثمار الأجنبي المباشر وتنشيط سوق المال الحقيقة أنا قلت أننا سنبقى في حدود 20 شركة ولكن فعليا اللي سنعلنه على حضركم هم 32 شركة حيتم طرحهم وهنا بأكد على مدار عام كامل بدءا من الربع اللي احنا فيه حتى الربع الأول من 24 وثيقة تأتي استكمالا لسلسلة من الإجراءات التي بدأتها الدولة منذ مطلع عام 2022 ويعود جزء منها إلى ما قبل ذلك ضمن خطة برنامج الإصلاح الاقتصادي الأولى لمصر في عام 2016 في أواخر عام 2021 وقبل بداية الحرب الروسية الأوكرانية كانت الدولة تعمل على الخطة الثانية من برنامج الإصلاح من خلال السماح للقطاع الخاص بالمشاركة بشكل أكبر في الاقتصاد وتم إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي استمر الحوار بشأنها لشهور بمشاركة الخبراء الاقتصاديين بمصر للخروج بوثيقة ترسم ملامح الاقتصاد المصري لمدة خمس سنوات بنيت فلسفة تلك الوثيقة على تقسيم القطاعات الاقتصادية بمصر إلى ثلاثة قطاعات رئيسية منها قطاعات ترى الدولة أنها مهمة لكن يمكن للقطاع الخاص أن يشغلها بالكامل مع تقليص كامل لدور الدولة والشركات الوطنية بها ثاني تلك القطاعات قطاعات تم تصنيفها أنها مهمة وتحتاج لجهود الطرفين معا وهو ما يعني استمرار استثمار الشركات الوطنية والمملكة للدولة بها بالمشاركة مع القطاع الخاص فيما ضم التصنيف الثالث قطاعات توصف بالاستراتيجية ستستمر الدولة في شغل الجزء الأكبر منها بالاقتصاد لأهميتها وحساسيتها بالنسبة للأمن القومي المصري وقد وضعت تلك الاستراتيجية مستهدفا رئيسيا وهو الوصول بمشاركة القطاع الخاص إلى 65% في السنوات الثلاث المقبلة ترجمة نانسي قنقر